بسم الله الرحمن الرحيم تحصنت بذي العزة والجبروت واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت ربنا اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير ربنا ارفع عنا الوباء والبلاء إنك على كل شيء قدير ربنا ارفع عنا الوباء والبلاء إنك على كل شيء قدير وصلي يا رب وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه الطيبين الأطهار مشاهدين الكرام أرحب بكم وحييكم في هذه الأمسية من هل سألوا عبر قناة القرآن الكريم لنجيب على سئلتكم الدينية والفقهية باسمكم جميعا نسعد بالترحيب بشيخنا الفاضل الشيخ أمار محجوبي أهلا وسهلا بك بيننا مرحبا بك أستاذنا حمزة ربي يبارك فيك إن شاء الله سعداء بهذا اللقاء الله يبارك فيك أستاذ حمزة الله شكرا شيخنا مشاهدين الكرام حديثنا إليكم في افتتاحية هذا العدد عن ليلة النسف من شعبان شيخنا شيخ أمار محجوبي المشاهد الكريم يرغب في التعرف على هذه الليلة عن فضائلها ومستحباتها اتفضل شيخ بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ليلة النصف من شعبان هي ليلة من الليالي المشهودة باعتبار أنها وردت في قوله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم ولذلك مما يزيد هذا الشهر مكانة عند المسلمين أن فيه هذه الليلة المباركة التي قال بعض العلماء بأن هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر أو هي ليلة القدر ربما نزلت مرة في رمضان ونزلت مرة في شهر شعبان ولذلكم أي كان الأمر فإنا هذه الليلة هي ليلة مباركة تربط الإنسان بنزول القرآن الكريم وعندما يرتبط المرء بالقرآن الكريم وبنزوله فما من شك بأن العلاقة بينه وبين القرآن الكريم تتجدد وبالتالي يصبح من التالين ويصبح من المتدبرين ويصبح من الذين يرتبطون بالقرآن الكريم ويصبح مثل الصحابة الذين عندما سئلت عنهم السيدة عائشة رضي الله عنها أو سئل عنهم غيرها من الصحابة قال كانوا قرآنا يمشي وعندما سئلت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن الكريم وبالتالي فإن هذه الليلة تتكلم عن نزول القرآن الكريم إما أنه يقصد بها ليلة القدر التي نزلت في رمضان وقال بعض العلماء بل هي يقصد بها هذه الليلة مباشرة وهي ليلة النصف من شعبان فكأن ليلة النصف من شعبان ربما شبيهة بليلة القدر وهذا الفضل الذي ربما تتميز به ليلة النصف من شعبان تتميز به باعتبار أنها كانت محظنا لنزول القرآن الكريم وكفى بهذه المنزلة ربما مفخرة لها عن الليالي وهل تختص ليلة القدر بعبادة معينة لم يرد في ذلك ما يصح وإنما غاية ما في الأمر أنه ورد فيها أنها ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم ولذلك هذه الليلة ربما قد يصومها المرء يصومها باعتبار أن المؤمن يكثر من الصوم في شهر شعبان لأن شهر شعبان كما ورد أنه شهر النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي فإنه كان يصوم كما قالت الصيد عائشة كان يصوم حتى نقول لا يفطر وكان يفطر حتى نقول لا يصوم ويذهب المالكية بأنه بأنه يستحب الإكثار من الصوم في النصف الأول من شهر شعبان بل وربما قد يكون يكره أن يكثر الصوم في آخر الشهر أو لعله خلاف الأولى ولذلك على المرء في هذا الشهر الكريم أن يكثر الصوم في أوله فإذا دخل النصف الأخير يعني يكون نوعا ما عنده نوع من الزهد في الصوم باعتبار أن المالكية يقولون إنه يكره أن يصام النصف الأخير من شهر رمضان سدا للذريعة وهو أصل من الأصور عندهم حتى لا يعتقد العامة بأن شعبان ربما مرتبط برمضان والعلماء يقولون حتى وإن صام الإنسان في آخر هذا الشهر فإنه يحرم عليه صوم يوم الشك وبالتالي فإن الإنسان ربما يصوم إذا كان في قضاء أو إذا كان في كفارة ولو يوم الشك هذا يصام إذا كان الأمر يتعلق بقضاء أو بكفارة أي كان نوع هذه الكفارات وهي كفارة ستين يوما وبالتالي إذا كان الصوم صوم تطوع فإنه يكره في الأيام الأخيرة من شعبان كما يقول المالكية سدا للذريعة ويحرم صوم يوم الشك من الأمور التي يتميز بها هذا اليوم هي ما ورد في كتب التفسير بأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في مكة كان إذا أراد أن يتجه للصلاة يتجه إلى بيت المقدس ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس قالوا يقف تجاه المزاب المزاب الكعبة ويصلي إلى الكعبة ويصلي إلى بيت المقدس فيجمع بين القبلتين عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بقي ربما سنتين أو ربما أكثر من ذلك بقليل وهو يجد في نفسه حرج هو يود أن يصلي إلى الكعبة يعني قبلة سيدنا إبراهيم ولكن مع ذلك لا يستطيع بأنه مأمور بأن يصلي إلى القبلة التي هي بيت المقدس وحدثنا القرآن الكريم عن النبي عليه الصلاة والسلام في هاتين السنتين فقال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة يعني بعد مرور عامين أو أكثر من ذلك بقليل المولى عز وجل طمأن النبي صلى الله عليه وسلم قائلا قد نرى تقلب وجهك في السماء إنك تنتظر أن ينزل عليك وحي بأن تتجه إلى قبلة إبراهيم وفعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وهنا مسألة يأخذ بها المالكية وهي أن الإنسان عندما يكون في الصلاة هل يكون نظره إلى موضع سجوده كما يقول الجمهور أو يكون نظره إلى الكعبة مباشرة أو إلى اتجاه الكعبة أن يكون مستقيما منتصب الهامة كما يقولون وينظر أمامه بالضبط المالكية يقولون لا ينظر إلى موضع سجوده وإنما ينظر أمامه بالضبط يستدلون بهذه الآية التي تلوت عليكم قبل قليل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وأمر آخر أيضا يمكن أن يستنتج من هذه الآية هي أن الإنسان مطالب بأن يتجه إلى جهة القبلة وليس مطالبا بأن يتجه إلى عين القبلة إلا من كان مكيا يستطيع أن يرى الكعبة فإنه مطالب بأن يكون اتجاهه إلى عين القبلة أما بالنسبة للآفاقي أو بالناس الذين يسكنون بعيدا فإنهم يتجهون جهة الكعبة وليسوا مطالبون بخط يعني هذا الأنترنات الذي يصلني مباشرة هذا نوع من الحرج الذي يقع على الأمة ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في المدينة المنورة وأراد أن يوضح لأصحابه القبلة قال ما بين هاتين قبلة يعني وقف ما بين الحرتين في المدينة المنورة يعني جعل يمينه الغرب ويصاره الشرق واتجه إلى الجنوب وقال ما بين لابتيها قبلة أي إن القبلة ليست عين الكعبة وإنما هي جهة الكعبة وهذا أمر يرفع الحرج كثيرا خاصة عند بعض إخواننا الذين ربما يقيمون الدنيا ولا يقعدونها من أجل المسجد الفلاني هل هو يتبع خط جوجل الذي يربط الإنسان بالكعبة مباشرة أو ليس مرتبطا لسنا مطالبين بذلك وإنما فولي وجهك شطر ييجها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة عندما غير النبي عليه الصلاة والسلام القبلة انتشر الخبر ووصل الخبر إلى مسجد في نواحي المدينة يسمى مسجد ذي القبلتين ووصلهم الخبر وهم يصلون العصر ونادى المنادي إن القبلة قد تحولت من جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة الشريفة فتحولوا وهم يصلون العصر إلى القبلة دليل على أنهم عندما يسمعون الأمر النبوي لا يناقشونه إطلاقا وإنما تغير الاتجاه مباشرة وأصبح الإمام ربما في المؤخرة والمصلون هم في الأمام كل ذلك طاعة للنبي عليه الصلاة والسلام وهو مسجد يزار إلى يومنا هذا فيه محرابان دليل على أن الصلاة كانت إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك بني المحراب الجديد ليصلى إلى الكعبة الشريفة وحسب هذه الليلة شرفا أنها تتحدث عن قبلتي المسلمين وما ينبغي لهما من ربما توقير وما ينبغي لهما من احترام ولذلك حبذا لو نجعل هذه الأمور ربما نسب أعيننا فربما يتغير حالنا من حال إلى حال ولرب بيت المقدس تعود لنا كما هي كما القبلة الآن لنا أسأله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شيخنا شيخ عمار محجوبي على هذه الومضات فيما يخص ليلة النسف من شعبان إذن مشاهدين الكرام ننتقل إلى الجزء الثاني من البرنامج إلى استقبال المكالمات الهاتفية والإجابة على أسئلتكم وانشغالاتكم وتنويرها من خلال الفتاوى التي يتفضل بها شيخنا شيخ عمار محجوبي إذن أخي حسن رقيق هل من مكالمات هاتفية جهزت أم ليس بعد فقط الرجاء من الإخوة في العارضة التقنية تمرير رقم الهاتف أسفل الشاشة حتى يتسنى للمشاهدين الكرام التواصل معنا خلال هذه الأمسية بداية أول مكالمة لدينا حنان من عنابة أهلا وسهلا بك أختي حنان مرحبا السلام عليكم أستاذ وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا شكرا عندي سؤال في ما يخص رمضان إن شاء الله ماما كانت تصوم عادي هي مريضة بالقلب وكانوا عندها دواءين كانت تصوم عادي لأمليساته مؤخرا تعرضت لي وعكة صحية وين تضيب لها دواء وين تشرب ستة يوميا البارح كي راحت لطبيب كوندخول قالها رمضان تفتر نعم لأنه ما يقدرش يفرز لها دواء تحام من بين المغرب للفجر قالها فلازم تفتر رمضان نطمئنا يتسئل كيف تحرج على كل يوم تفتر وتخرج ولا حتى يخلاص رمضان ولا تقدر تحرج من اليوم على ثلاثين شخص وهل تقدر يعني تديرهم في عيلة واحدة يعني انتان عيلة فيها خمسة إلى فيها عشرة نعم إن شاء الله وطالب من الأستاذ إذا ممكن من شيخنا يطمن مما باللي الأجر تحى ثابت إن شاء الله تفتر ودعا لها بالشفاء إن شاء الله وطمت العبارة إن شاء الله شفاه الله وشاف الله كل المسلمين في جميع بقاع المعمورة سلامنا إليك أيتها الفاضلة وشكرا على حرسك وعلى برك بوالدتك وسلامنا كذلك إلى والدتك التي تسمعنا اللحظة وإلى كل الأمهات في جميع بقاع المعمورة إذن مشاهدين الكرام نجيب على السؤال وبعدها نستقبل مكالمات أخرى شيخنا شيخ أمار محجوبي حنان من عنابة تقول باللي الوالد انتحها هذا العام على غير الأعوام الفارطة هذا العام عندها دوائين تشربهم وعندها أوقات معينة الطبيب لأجل ذلك قال لها لازم تأخذي دواء خلال نهار رمضان نعم الشيخنا أستسمحك نستقبل سؤال ثم بعدها نعود لطرح السؤال كاملة نعم أخي حسن من معنا؟ حسين بن عين البنيان نعم أهلو السلام عليكم أهلا الحسين مرحبا بك أنا عندي الوسواس القهري الوسواس القهري أهي والأستاذ عبد السلام قال لك يسجد سجدتين بعد كل صالات نعم وهل ندير تحية ولا ما نديرش أهلو نعم هل ندير تحية ولا ما نديرش بعد سجدتين بعد كل صالات الطريقة نعم مفهوم السؤال هل لديك سؤال آخر؟ ثانيا أنني مثلا نحفظ صور من سبيح الأول نعم والثاني عندي أسكن نقدر نقرأ بعد صالات كل بعد الصالات نقرأ آية الكورسي وهذا كان نقرأهم في الصالات المطروضة هل يجوز أو لا يجوز آية الكورسي والمعوداتين والكافرين والإخلاص نعم بالعضلين نقرأهم يعني حاولت حاولت ما نقرأهم ولكن نقرأهم في الصالات الفارضة صليبين هل يجوز أو لا يجوز نعم نعم نفهوم السؤال هل لديك سؤال آخر؟ سؤال آخر لا 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 دعواتكم إن شاء الله وربي يحفظنا ويحفظكم وكل عمدتما بخير إن شاء الله يا رب العالمين شكرا سيدي الكريم إذن شيخنا نعود إلى سؤال حنان التي تسأل نيابة عن والدتها تقول لك باللي رمضان هذا على غير رمضانات الفارضة رمضان هذا الطبيب أعطاها توصية بضرورة تناول الدواء في أوقات معينة من بين هذه الأوقات هي أوقات النهار فهي تسأل يعني بداية عن الرخصة ثم تسأل يعني عن كيف تفدي عن كل يوم وهل يمكنها إعطاء هذه الفدية لعائلة واحدة متكونة من خمسة أشخاص أو عشرة أشخاص لمدة ثلاثين يوما ثم يعني في سؤالها الثالث في ذات السياق تقول لك طمّن والدتي بأن أجرها ثابت غير منقوس كما تسأل فضيلتكم الدعاء لوالدتها ولكل أمهات المسلمين تفضل الشيخ أسأل الله عز وجل أن يحفظ الوالدة وأن يحفظ جميع أخواتنا وإخواننا وأن يشفينا ويشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين المولى سبحانه وتعالى يقول فيما يتعلق بالإفطار في صوم رمضان بالنسبة للمريض يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ولذلك إذا أفتى الطبيب بأن فلان أو فلانا في حالة مرض وينبغي عليه أن يتناول الدواء فإن الحكمة هي أن نطاوع الطبيب أما فيما يتعلق بهل الأجر كامل أم ليس كامل النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب أن تؤتى رخسه مثل ما يحب أن تؤتى عزائمه عندما يكون الإنسان صحيحا ليس مريض ويصوم فلقد قام بالعزيمة وبالتالي يعني الأجر كامل وعندما يكون مريضا ويفطر فلقد قام بالرخسة هل هناك فرق بين الرخسة والعزيمة ليس هناك فرق إن الله يحب أن تؤتى رخسه مثل ما يحب أن تؤتى عزائمه ولذلك ننصح الأخت الكريمة ونقول لها إذا كان الطبيب قد أذن لك بالإفطار فيجب عليك لا أقول يجوز لك يجب عليك أن تفطري لأن عدم الإفطار قد يؤدي بك إلى التهلك والمولى عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك ولذلك أي نعم فإن الوسواس قد يأتي ليقول لي إن الصوم أفضل ولكن الإسلام يقول إذا كان المرء مريضا فإن الفطر أفضل وبالتالي لا فرق بين الأجر الذي تأخذينه على الإفطار والأجر الذي تأخذينه على الصوم إذا كان الصوم في حالة صحة والإفطار في حالة مرض ولذلك نقول للأخت الكريمة لا حرج عليك وعليك أن تفطري فيما يتعلق بالفدية إذا كنت تعلمين بأنك تعيشين مرضا عغالا يعني مزمن كما يقال لا يمكن أن يتأتى بعده الشفاء إطلاقا كما قلت يعني تتصدقين بمد من الطعام عن كل يوم وإن أنت أعطيته لواحد فبها وإن أنت أعطيته لأسرة فبها لأن العبرة أن يكون الخير قد تعدى للفقراء والمساكين ولذلك أنت مخيرة يبقى أن تفعلي ذلك بعد نهاية رمضان أو قبل أن تصومي أصلا أنت مخيرة أيضا ولعل هنا أقول خير البر عاجله ولذلكم إن أنت قدمت فأنت مأجورة وإن أنت أخرت فأنت مأجورة بإذن الله عز وجل وعلى الوالدة أن تطمئن فإن الله عز وجل لا يريد أن يعذبنا ويريد أن ينتقم منا وإنما يريد أن يعطينا الأجر ويعطينا الخير ولذلك المولى عز وجل يقول طاها قال بعض العلماء طاها هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقال بعض العلماء هي من الحروف المقطعة مثل ألف لأميم مثل حاميم طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى نحن لم نفرض عليك الإسلام من أجل أن تشقى وإنما من أجل أن تسعد ما فرضنا عليك الصوم من أجل أن تشقى وإنما من أجل أن تسعد فإذا عرفنا هذا الأمر فعلينا أن نعلم بأن المولى عز وجل أرحم بنا من الأم على ولدها والله أعلى والله أعلى وأعلم شكرا شيخنا الشيخ أمار محجوبي على هذه اللفتات في سؤال الأخت حنان من عنابة أخي حسن هل هناك اتصال هاتفي أم نطرح سؤال آخر ريثما تصرنا مكالمات هاتفية إذن شيخنا حسين من عين البنيان يقول بأن لديه الوسواس القهري وهو يقول لك أنا استفتيت الشيخ أبو عبد السلام لكن هو فهم جزء وجزء من الفتوة لم يفهمه يقول لك قال له بعد عقب كل صلاة يسجد سجدتين ولكن هو ما سمعش قال لك ما فهمتش هل قال لي دير التحية أم لا هو بادي أذي بدء فإن الأستاذ أبا عبد السلام ما من شك بأن السؤال ربما لم يصله كاملا وبالتالي ربما وصله جانب من السؤال يعني ربما قيل له بأن هذا المصلي يقع في السهوي الذي يقع في السهوي عليه وإذا وقعت له زيادة فإنه مطالب بأن يسجد السجود البعدي يبقى الآن السجود البعدي السجود البعدي هل ينبغي أن يكون فيه التشهد أو سجود السهوي مطلقا هل يجب أن يكون فيه التشهد أصلا لا يجب وإنما بعض العلماء يقولون يستحب ذلك وبعض العلماء يقولون لا يستحب إطلاقا فبمجرد أن يسجد السجدتين بإمكانه أن يقول أن يسلم لكن المشهور في بلادنا والمشهور عند المالكية أن الإنسان إذا سجد سجدتي السهوي القبل أم البعدي يتشهد إلى قوله وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وبالتالي لعل الذين حدثوك قالوا بالرأي الذي يقول يعني لا تشهد في سجود السهوي أما إذا قلتم له بأنكم مصابون بوسواس قهري فإن الوسواس القهري إذا كان يأتي في جل الصلاة لا يسجد له إطلاقا إرغاما لأنف الشيطان وإنما يسجد له إذا كان يأتينا في بعض الأوقات أما إذا كان يأتينا في جل الأوقات أو في كل الأوقات هل نلتفت للزيادة أو النقصان لا نلتفت لا للزيادة ولا للنقصان ونسلم والصلاة صحيحة وإن وقع فيها النقصان لأننا سلمنا وخالفنا الشيطان إرغاما لأنفه في التراب هذا الذي ذكره الشيخ أبو عبد السلام ولا يمكن أن يذكر إطلاقا بأن الإنسان الذي عنده وسواس قهري في كل صلاة ينبغي أن يسجد سجود السهوي إطلاقا إلا إذا كانت الرسالة لم تصل كاملة إلى الشيخ أبي عبد السلام نسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويحفظه شكرا شيخنا أبو ريكت إذا نستقبل المكالمة هاتفية سعاد من قلمة أهلا وسهلا بك سيدتي سعاد سعداء بهذا التواصل السلام عليكم أوليبي السلام عليكم السلام ورحمة الله مرحبا بك أيها الفاضلة شوف أوليبي أنا مرأة بـ 60 سنة ومطلقة طلقتين الطلقة الأولى مثل 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 ثلاثة سهر ونزعت والطلقة ثانية أني في الخمسة سنين وأيشين مع بعضها في دار واحدة نعم وهو دائما يخرج فيها ويقول لي أتي مطلقة أتي مطلقة وفي عند المدوء ونما لي ماتوا مثل حتى واحد نعم لم أفهمك جيدا خمس سنوات وأنتم عايشين مع بعض عايشين مع بعض ما في دار واحدة نعم مدة خمسة سنوات أخنا عايشين في دار واحدة برك أخي أوليبي يعني كل واحد في غرفته في غرفتك صحة ووحدنا ما سمعنا نبلاد نعم وهو يخرج فيها دائما كيف يخرج فيك من الدار يخرج فيها من الدار يقول لي أخرج من دارك المطلقارك عند الملك وقومه لصعبية دعوة لمطلقة ثالثة لصعبية دعوة في المحكمة ورزادني المحكمة المحكمة وش قالت؟ رزادنا بالصلح بس إحنا ما رزعنا شي بعضانا المحكمة دار تلك من الصلح عن عن ميه بس إحنا ما رزعنا شي بعضانا كل واحد وحده يعني القرار تعل المحكمة نهائي فيه صلح عن عن ميه نعم ودرك أوليدي ضد حبيب نفق فيك تانا نعم تفضل نعم بس إحنا حسين في بعضا كيف تحلال أو حرام وذي دار وديدي كي قضي قضية هو كي قضي قضية هو الدار بنيتها أنا ويدي نعم الدار بنيتها أنا كنت بحض من بنيتها أنا ذركة وسؤال الثاني ذركة كي قضية هو ما قدرنا كل منها وللا نعم كنت طيب منذي ما قدرنا كل منها وللا عندي مدخول بس إحنا نكفي نش المدخول أنا عندي أطيباع عندي سيديق عربها أطدى ما من قدش المدخل فيه نداوي بيه ونكسي بيه راح يمشي بيه ونضي بيه ما نزمش نعم مفهوم السؤال سيدتي الكريمة ربي يسرك ربي يحميك شكرا سيأتي الشيخ على تشريح هذه المسألة وعلاجها نقطة نقطة بإذن الله إذن شيخنا نعود إلى سؤال حسين من عين البنيان في سؤاله الثاني يقول بل يحفظ بعض السور من الجزء الأول يعني يقول لك خاصة الحزب الأول سبح يقول لك يعني هل يجوز دماء يحرص بشيقراهم في الصروات المفروضة من أجل التثبيت وعدم النسيان لأنه لا يحفظ غيره يجوز ذلك لكن يعني اقرأ صورة واحدة مع الفاتحة يعني ما ينبغي أن تقرأ مع الفاتحة عدة صور وإنما اقرأ صورة واحدة اقرأ الإخلاص اقرأ المعوذة يعني قل عوذ برب الفلق قل عوذ برب الناس اقرأ إذا جاء نسر الله اقرأ قل يا أيها الكافرون وبالتالي فإن الإنسان مطالب بأن يقرأ الفاتحة بالنسبة للركعتين الأوليين ومعها آية أو بضع آية إذا كانت آية طويلة أو صورة من الصور لا فرق بين كونها من طوال الصور أو من قصار الصور وإذا كنت يعني كما قلت لا تحفظ وتحفظ هذا الجزء فقط فأنت تقرأ بهذه الصور في جميع الصلوات نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإن استطعت أن تضيف إلى هذه الصور صور أخرى فإن المولى سبحانه وتعالى ربما يفتح لك باب التيسير بإذنه سبحانه وتعالى والله أعلم والله أعلى وأعلم شيخنا الشيخ عمار محجوب سعاد من قلمة تقول بأن عمرها ستين سنة وهي تقول لك أنا مطلقة طلقتين طلقة الأولى تقول لك قعد ثلث شهور ومعادة رجعني أما في الطلقة الثانية تقول لك طلقني نحن منذ خمس سنوات يعني شيخنا المسألة فيها شوية حكاية تقول لك منذ خمسة سنوات وعايشين مع بعض في دار وحدة كل واحد في غرفته تقول لك هو حريص على أن يخرجني من المنزل ورفع دعوة قضائية أمام المحكمة من أجل تطليقي لكن المحكمة قضت بالصلح يعني كقرار نهائي الصلح وإرجاعهما لبعضهما فهي تقول لك هل إحلال أو حرام نكملوا عايشين مع بعض في الدار يعني تقول لك إحنا رأنا عايشين ولكن ما رجعناش لبعضنا القارة المحكمة بركلي رجعنا هذه نقطة اللولة نقطة ثانية أقول لنروحوا نقطة بنقطة الشيخ أحسن تفضل الشيخ نبدأ باللولة بادي أذبد إن المولى عز وجل يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وبالتالي رغم أنك تقولين بأنه طلقك المرة الأولى وطلقك المرة الثانية فلا زالت عندكم فرصة للرجوع إلى بعضكما وبالتالي خاصة ما دامت المحكمة قد دعت إلى الصلح لماذا لا تصلحون ذات بينكم ويعيد عليك الفاتحة كما يقال أو يعيد عليك العقد كما يقال وترجعين زوجها وتحل المشكلة إن شاء الله رب العالمين وصدقيني بأنه قد يبدو في بعض الأحيان بأن الحياة لا يمكن أن تستمر ولكن مع ذلك إن صدقت النيات وإن كان الأمر هو أن يستعف ويعف فإن الله عز وجل من الممكن أن ينزل بينكم السكينة والطمأنينة وتعود المياه إلى مجاريها خاصة أن المحكمة قد يعني دعتكما إلى الصلح والصلح خير ولذلك بادلوا إلى أن تصلحوا ما بينكم فإن أبيتم إلا أن تبقوا في حالة فراق فأنت أجنبي عليه وهو أجنبي عنك ولا يحل لمسلمين أن يخلو بامرأة أجنبية قال السائل أفرأيت الحمو يعني هذا عندما سأل عن حرمة الدخول على المغيبات قال السائل أفرأيت الحمو يا رسول الله الحمو هو القريب خاصة أخو الزوج قال النبي عليه الصلاة والسلام الحمو الموت الحمو الموت الحمو الموت أي لأن يموت الإنسان خير له من أن يدخل رجل أجنبي على زوجته وبالتالي إذا فقيتم في هذا الأمر الذي أنتم عليه فإنكم أجنبيان على بعضكم البعض أنت مطالبة بأن تتحجب أمامه يعني ولا يبدو منك إلا الوجه والكفين وأعتقد أن هذا أمر يعصر ما دمت تعيشين في نفس البيت ولعله ليس لك مكان تأوين إليه وتقولين بأنك أنت الذي بنيت البيت وفرصة الإصلاح موجودة أصلحوا ذات بينكم ودير الفتحة يعني الولي والمحل والصيغة والصداق والإجهاد يعني هو يقول لك أنت تقولي لبنك وإلا لبيك أو كذا يقول لقد زوجتك والدتي أو زوجتك ابنتي إذا كان الوالد موجود هو يقول لك لقد قبلت وترجع البعض كم يعطيك مارتة 500 أو 600 ألف أو ما إلى ذلك وترجعان إلى بعضكما وترجع المياه إلى مجاريها رغم وقوع الطلقة الأولى والطلقة الثانية لا زالت لكم الفرصة من أجل أن تعيش مع بعضكما بحكم أنه لا زالت لكم طلقة فإذا وقعت الطلقة الثالثة فلقد بنت عليه بينونة كبرى ونسأل العز وجل أن لا يقع ذلك إطلاقا ولذلك وجودكما مع بعضكما دون أن يكون بينكما عقد شرعي لا يجوز ولذلك السريع لإصلاح ذات البين حتى تعيشان مع بعضكما البعض ولا تحتاجين لا إلى خمار ولا إلى خلوة ولا إلى محرم وما إلى ذلك وإنما ترجع الحياة إلى مجاريها وصدقاني بأنكما إذا قصدتم إصلاح ذات البين فإن المولى عز وجل يؤدم بينكما وينزل عليكم السكينة وتصبح القضية ما شاء الله كان أما إن بقيتما على الحال التي أنتم فيها فإنها حال غير طبيعية نسأل الله عز وجل أن يصلح بينكما والله أعلم شيخنا في النقطة الثانية تقول لك الدار أنا بنيتها وهو دائما يقول لها راك يمتلقى وخرجي من الدار أحب يخرجها من الدار فأتقول لك أنا هل من موعدة لهذا الرجل بهذا الخصوص قبل هذا الأمر هل من موعدة لك ولهذا الرجل أصلح ذات بينكما أصلح ذات بينكما حاولي أن يعني تتوددي له بالكلام الجميل وما إلى ذلك لعلك تقعين من قلبه موضع القبول وهو كذلك يحاول أن يتودد إليك لعله يقع من قلبك موضع القبول وترجعان إلى بعضكما يعني ما قامتش الدنيا يعني لأنه حتى عندما يتقع البينون الكبرى التي هي يعني لا ترجع الزوجة لزوجها إلا إذا نكحت زوجا غيره فإنها إن طلقت من زوجها الجديد ليس قصدا وإنما هكذا قضاء وقدرا فإنه يمكن أن تستأنف الحياة من جديد أما أنتم ولله الحمد لا زال بينكم فقط كلمة هو يقول أنت تقولين له عن طريق الولي يقول لقد زوجتك ابنتي أو والدتي وهو يقول لك قابلت يعطيك المهر نتاعك وسلام على المرسلين والحمد لله رب العرب والدير عرس مريق لله ما صلي على سيدنا محمد شكرا نقطة ثالثة شيخنا تقولك هل يجوز لي أني نأكل من القضية اللي يجباه هو يعني وكي طيب لأنه هو يجيب القضيان باش طيب منه اللولد نقول لك أنا ما ملحكتش عندي مدخول لكن مدخول تعي طعيف ما كفينيش عندي مجموعة كبيرة من الموعيد عن الأطباء وما إلى ذلك فهل يجوز لي أني نأكل ولا لا لا كلي واشباعي عن الأقل أنت تقومين بخدمة الأطفال وهو مطالب شرعا بأن يعني يحذر من يخدم أطفاله من يطبخ لهم من يغسل ملابسهم من يطهي لهم الطعام من يكوي ملابسهم فأنت ربما عندما تأكلين تأكلين باعتباري أنك قدمت خدمة يعني الثمن ولذلك كلي وأنت مطمئنة واشبعي إلى درجة التخمة والله أعلم والله أعلى وأعلم شكرا شيخنا على هذه الإضاءة في سؤال سعاد من قلمة أخي حسان هل هناك مكالمات هاتفية أخرى نثري بها النقاش خلال هذه الأمسية مريم من برج بوعريريج أهلا وسهلا مريم سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واشرا كلدي الخير الحمد لله الحمد لله رب العالمين كيف كنت خمنا أحمد الله ونذكره الحمد لله حمدا كثيرا طريبا مباركا فيه زوجة بتاعي متعملون في رمضان نعم ميت بكورونا الله يرحمه حكت اسمها فيها نعم نعم ومبعد عشر يام هكذا كله حشلوا رجله نعم ميت مسكين توفى عشر يام في رمضان وتوفى هاني نسق سعليه لها ويعني من أهل الجنة إن شاء الله نعم همتني نعم نتمنى إن شاء الله يكون من أهل الجنة والسؤال الثاني ثاني كي جاي موت ناوياني متفاهمين مليحة مليحة ما نقدرش نقولك كيفية متفاهمة ناويه نعم مقدرش نقوله اسمح لي ولا خوفتي يشك بلي يقولك أنا راح نموت ولا محررش نقوله اسمح لي نعم ما قلتلوش مم نعم نعم مفهوم مفهوم هي وذوك أولدي من رمضان الهونا من عادي عام ما نقدر نخرج ما نقدر نلبس حاجة جديدة ما نقدر نروح للعرف نفرغت عليا الدار عيش في حالة كبيرة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نزيل لك هذه الألة ثلاثة نعم تفضل عربي يسترك إن شاء الله في هذا شعبين هذا مش في شعبين في جمسهم تعليه عشرة أيام هذو كلي مات فيهم نعم نعم عندي أجر فيهم وما لنا يسحل وما لا نعم والطلب والرحمة ولدي الله يسترك طلب والرحمة إن شاء الله شكرا سيدتي رحمه الله برحمته الواسعة يعيش شيك سلمنا على الشيخ يبلغ إن شاء الله ورحم الله ورحمه الله ورحمه الله ومواتي المسلمين إن شاء الله نشكر لك برك ووفائك لزوجك الكريم حقيقة سؤال يعتبر مثال وقدوة شيخنا شيخ عمار محجوبي لكل الأزواج والزوجات فالزوجة لازالت محبة ووفية لزوجها بالرغم من وفاته منذ سنة تقول توفي العام الفارق في العشرة في الثلث الأخير من شهر رمضان فتقول لك هل هو يعني حبت تسأل هل هو من أهل الجنة تقول لك كنت متفاهمة معاه بزاف ومحبتش يعني هي كانت شوفه مضرور وهي خافت على النفسية ومحبتش تقول له اسمح لي خافت له كان يحس باللي راه ورايح يموت ولا حاجة من هذا القبيل فيزعف ولا يتنوى فمحبتش تنويه تقول لك ومن هذا الوقت نفسي ليس مليحة ومن الوقت توفي فيه والدار هي فرغانة علية وما كانش لي عمرها علية فتقول لك أولا يعني دعي المولى عز وجل يخرجني من هذا الحالة وجاوبوني على هذا السؤال لكن قبل الإجابة نستقبل سؤال وبعدها نجيب شيخ نعم أم أوس من أم البواقي السلام عليكم ورحمة الله أهلا أم أوس مرحبا بك سيدتي الكريمة عيشك دعوة من الشيخ بالدرية الصالحة وانتمنى إن شاء الله أنه يتقبل مننا ومنكم إن شاء الله يدعينا بالدرية الصالحة وأنه يسلنا أمور مرحبا آمين آمين في أمر الإنجاب مبارك له فيكم وبيعينكم بارك الله فيك آمين آمين يا رب العالمين رزقك الله ورزق كل المستمعين إلينا والمشاهدين والمشاهدات الذرية الصالحة ويسأل لهم طريق الإنجاب يا رب العالمين شيخنا إذا نعود إلى سؤال مريم من برج بوريريش تفضل بسم الله الرحمن الرحيم جميل أن نسمع على أسر بينها هذه المودة وبينها هذا الحب ولسنا مطالبين إطلاقا أن نطلب المعذرة من من نحب وإنما نحن مطالبون بأن نطلب المعذرة ممن أسأنا له وما دمت لم تسيء إليه فيعني أبعدي عن نفسك هذا التفكير باعتبار أنك لم تطلب منه أن يسامحك فإن مجرد المودة التي بينكما ما من شك بأنها دائمة لأن المولى عز وجل يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فإذا كانت الخلة مبنية على تقوى الله ومن أعظم أنواع الخلة التي تستمر ولا تنقطع إطلاقا هي حب الزوجة لزوجها وحب الزوج لزوجته يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لمخلوق لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها فقط من أجل أن يذكي فينا المحبة التي ينبغي أن تكنها المرأة لزوجها وكذلك الزوج ينبغي أن يكون فيضا من المحبة والمودة في بيته ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ويبدو أن هذه المعاني متوفرة بينكم ولذلك هنيئا لكم لأن هذه المحبة لا تبقى في الدنيا فقط وإنما تستمر إلى يوم القيامة وهل غفر له المولى عز وجل يعني ذنوبه والأيام التي أفطرها لو أنه بقي حيا وشوفيه مطالب بالقضاء لكن ما دام قد مات في مرضه خاصة أنك تقولين بأنه ربما كان مصاب بكورونا أو ما إلى ذلك فإن الأوبئة مثل الجدري ومثل السل ومثل الطاعون كلها من الأمراض التي أصحابها يعتبرون شهداء آخرة وبالتالي يعني عندما يموت الإنسان وهو مريض فإنه يصدق فيه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أشدكم البلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فالأمثل والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أحب الله عبدا يعني ابتلاه فإن بقي من بعض ذنوبه شيء شدد عليه سكرات الموت حتى يلقاه كيوم ولدته أمه اطمئني أختا زوجك قد ذهب إلى ربه كيوم ولدته أمه بإذن الله سبحانه وتعالى وما من شك بأنك ستلتقين به وسنلتقي أيضا نحن جميعا بأحبابنا وإخواننا في الجنة على سرر متقابلين إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير والله أعلم الله أعلم وأعلم في النقطة الثانية هي تسأل تقول في شهر رجب هذا صامت عنه عشرة أيام التي لم يصومها يعني كان قد مات قبل أن يصومها ونوت الأجر له ولها فتقول هل يصله الأجر ويصلني وما هي أهم أعمال البر والإحسان التي يمكن أن أقوم بها ويصله الأجر والثوات المولى عز وجل يقول قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاؤكم وأنت قد وفقت للدعاء ولله الحمد أكثر له من الدعاء فإنه من الأعمال التي تصل بإذن الله عز وجل ولقد صمت عنه جزاك الله وغيرا ويعني جمهور العلماء يقولون إن ثواب العمل الصالح يصل إلى الميت وفي الدعاء الذي نقرأه بعد ختم القرآن الكريم أو بعد قراءة القرآن الكريم وتقبل منا ما قرأناه واجعله اللهم هدية إلى روح نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى روح زوجي بالنسبة لك وما إلى ذلك فجمهور العلماء أن إهداء العمل الصالح إلى الميت يصل وإن كان هو ليس مطالب بهذه الأيام إطلاقا لكن ما دمت قد صمت نسأل الله عز وجل أن يجزل لك الأجر والمثوبة ونسأل الله عز وجل أن يصل العمل كاملا غير منقوص إلى زوجك والله على كل شيء قدير شكرا خديجة من العاصمة السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بك خديجة بركاته مرحبا برك الله بكم أنا متزوجي عنده شهرين واني في لا يدى الله يرحمه الله يعيشك الله يعيشك تياني في العدة كل واحد وشي يقول لي ما تنبس بيش ما تقصليش ما تخوضيش ما فهمتش حبيت نعرفوا شمو هي العدة كيف تساعدوا في العدة هذا السؤال الأول والسؤال الثاني حبيت نقرأ القرآن ونصلي التراوح ونهدي المرحوب هل هذا يجوز لي لا 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 وبرك الله بكم إن شاء الله شكرا سيدتي الكريمة بوركتي تسمعين الإجابة بإذن الله شيخنا نبدأ بأم أويس من أم البواقي فهي تسأل فضيلتكم الدعاء لها بالذرية الصالحة وتسألكم كذلك الدعاء لها بتيسير أمور الإنجاب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقي تقريبا ثمانين سنة أو أكثر لم يرزق بالولد دعا الله عز وجل بالدعاء التالي رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم يعني العلماء يقولون مباشرة لم يقل ثم بشرناه بغلام حليم وإنما قال فا يعني تفيد التعقيب المباشر فبشرناه بغلام حليم اقتدي بسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقول رب هب لي من الصالحين فإن المولى عز وجل سيقر عينيك بخلف صالح ولعلك تلاحظين بأن أدب سيدنا إبراهيم لم يقل يا رب اعتني ذكرا أو أنفى وإنما قال رب هب لي من الصالحين فالعبرة في الخلف هو الصلاح لا ينظر إلى الذكورة أو الأنوث وإنما ينظر إلى الصلاح وإن لم يتحقق لك ذلك لا تظني بأن الله عز وجل يمنعك وإنما يدخل لك الأجر يوم القيامة لأن المولى عز وجل يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة فالذي عنده الذكور ليس بأفضل ممن عنده الإناث والذي عنده الذكور والإناث ليس بأفضل ممن لم يُعطى لا ذكور ولا إناث هذا ليس مجال تفاضل وإنما هذه قسمة الله عز وجل وأدب المسلم مع قسمة الله سبحانه وتعالى هي الرضا لأن المولى عز وجل يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه قال العلماء رضي الله عنهم هذا واضح لكن ما معنى ورضوا عنه أي رضوا بقضائه وقدره إن أعطاني الولد مرحبا وإن أعطاني الذكور مرحبا وإن أعطاني الإناث مرحبا وإن لم يعطني كل ذلك مرحبا كذلك يعني هل أشق عصى الطاعة على المولى عز وجل وإنما نقول سمعنا وأطعنا لأن المولى عز وجل هو الذي يعلم ما يصلح بنا أو بخلقه والله أعلم الله أعلم وأعلم سيدة خديجة من العاصمة تسأل تقول بأن زوجها مات منذ شهرين هي تسأل عن العدة كيف تكون عدة المرأة المسلمة أو كيف يمكن أن تقضيها ثم ما هي الحالات تفضل شيخ العدة هي مدة تبقاها المرأة ولا تتعرض للأزواج فقط ويعني تكون متبذلة يعني لا تتزين الزينة التي تتزينها المرأة وهي تنتظر زوجها وإنما تكون عادية أنا لا أقول ينبغي أن تكون واسخة رائحتها كرهة كلا يعني تدخل الحمام وتستعمل الصابون الذي ليس فيه رائحة بها نفاذ وإنما تستعمل صابون عادي وما إلى ذلك تنظف نفسها تستعمل ما يزيل العرق وما إلى ذلك تكون امرأة عادية فقط لا تتعرض للأزواج ولعله يمكن أن تتعرض للتعريض أما قضية الزواج والتواعد وما إلى ذلك هذا لا يجوز ويمكن أن تلبس كل لباس ربما يليق بمقامها كربة بيت كربة أسرة ليست مطالبة بأن تلبس ثيابا واسخة العدة هي فقط أنها لا تتعرض للأزواج وتبيت إلى بيتها في بيتها إذا كانت الظروف عادية أما إذا كانت استثنائية كنحو خوف أو حرب أو لا أمن وما إلى ذلك فإن الضرورات تبيح المحذورات لابد أن تنتقل من أجل أن تعيش في مكان آمن والله أعلم السؤال قضية قراءة القرآن قضية قراءة القرآن لك أن تقرأ القرآن الكريم ولك أن تسل التراويح ولك أن تختم القرآن وتنوي ثواب ذلك إلى الميت والله عز وجل عنده من الأجر ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى والله أعلم شيخ نفي هذا هي تقصد الخروج من المنزل وذهاب إلى المسجد العبرة بالمبيت في البيت أما إذا كانت تخرج من حين لآخر لعمل أو لتطبيب أو لضيق في النفس تريد أن تتكلم أو ترأة القرآن وتعلمه نعم وبالتالي لها أن تخرج للمسجد بدليل أن النساء كنا في عقب غزوة أحد أو غزوة بدر كان الأموات كثر أو الشهداء كثر فاستأذنت النساء في أن يجتمعنا في بيت إحدى الأخوات يعني الأرامل فكانت النساء التي هذا حالهن يجتمعنا ويبقينا جزءا من الليل ثم يعدنا إلى بيوتهن ويبتنا فيها والله أعلم شيخنا شكرا لك على هذا النزول الجميل والأثر الطيب والإضاءات المتميزة والمشرقة في أسئلة المشاهدين لهاته الأمسية كما لا يفوتني أن أشكر المشاهدين على طيب الإصغاء والمشاهدة على أن نعود إلى السؤال الذي لم احتري به في الحلقة المقبلة شيخنا وباسمكم كذلك أشكر الفرقة التقنية العاملة اللحظة بقناة القرآن الكريم قيادة المخلص لحمد بن عمر وإشراف حسن رقيق إلى أن ألقاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر